الملحدين يهاجمون والمسيحيين اللي طبعا ابتدوا يشككوا في بعض من قصص ليه بالذات سفر التكوين الاصحاح من 1 ل11 حالك اشرت ان الكتاب المقدس زي المسبحة اذا فرط حلقة واحدة انفرط العقد كله وده اللي حصل سفر التكوين من 1 ل11 زي ما اشرت قبل كده لا توجد تاريخ مكتوب يؤيد او ينفي فهم اتخذوها فرصة فيش كلام زي كده وهذه القصص طبعا مكتوبة والمسيح تكلم عنها قال المسيح البعض انقسم الى فريقين ياما المسيح ما يعرفش ياما وطبعا ده عين الكفر يعني ان اقول ان المسيح ما يعرفش يعني ازاي هما يقولك اه في ناسوته لا يعرف لا في ناسوته محدود المعرفة لكن في فرق ما بين المعرفة المحدودة والمعرفة الخاطئة فهل المسيح عنده معرفة خاطئة ده نوع من الكفر البعض التاني قالك لا او كان فاهم ان الكلام ده بس هو كان بيجاري عصره كان فاهم ان ما فيش حاجة اسمها ادم ولا حوة لكن بيجاري عصره من امتى المسيح بيجاري فين بنشوف في الاناجيل ان المسيح بياخد الناس على يعني بيجاملهم في الحق امتى لا ولا مرة تردد ولا مرة عتذر ولا مرة يعني حتى اخذ الموضوع بشكل فكاهي ولا لا كان كل الحقاء تضلون اذ لا تعرفون الكتب المقدسة ده اللي قال خمسة وعشرين مرة في انجيل يوحن الحق الحق اقول لكم ده دايما ما يقولش غير الحق لكن التحررين للأسف عايزين يقولوا لنا ان المسيح ما كان يعرف او انه كان يعرف وكان يجامل ولا نقبل الاولى ولا نقبل الثانية على الاطلاق اشتركوا في القناة